أفرص سنة جديدة لو أنت عندك مشاكل أنا بدأت أحل مشاكلي بنفسي في الأساس لأن أنا اللي كنت عايز أحل لو أنت اللي مش عايز تحل أنت مش هتحل حتى لو جبت لك ميد دكتور يحكي لك في نفس الموضوع بجيب ورقة جبت ورقة من كذا سنة وكتبت فيها أنا محتاج إيه إيه اللي ناقصني إيه اللي محتاج أتعلمه إيه الخطوات اللي المفتوضة أخدها إيه الحاجات اللي المفتوضة أخدها دلوقتي وفي حاجة أخدها بعد كده يعني عدت خططت كده شوية وفي حاجات ممكن ما عرفش عملها قوي بس مثلا منها وقت الكتابة أنا زمان كنت بكتب في أي وقت اللي هو المزاج والبتاع وده مش حقيقي اكتشفت أنه فيه وقت كبير جدا بيضيع فبقيت أشتغل تعلمت مثلا من كان الأستاذ النجيم محفوظة الله يرحمه كان بيشتغل في وقت معين فيه خير شلبي كان بيكتب في وقت معين يعني كبار الكتاب في العالم كانوا بيكتبوا في وقت معين بيختاروا وقت معين للكتاب أيا كان نوع الوقت أي وقت أي حتة في الوقت أنت في اليوم أنت تشتغل فيه فلما من 8 سنين أو 9 سنين بدأت أشتغل من الصبح لحد مثلا لو أنا مثلا بكتب في رواية مثلا بتلاقي لي بكتب من الساعة 7 الصبح يوميا لحد الساعة 12 واليوم يخلص أنا كده خلصت كتاب أفلت بقيت اليوم أنا بعمل حاجات طبيعية جدا أنا ملاش علاقة بالرواية نهائي مش بعض أفكر فيها لازم أخلع منها عشان أرجع لها يعني تنظيم الوقت ده أهم حاجة تنظيم الحياة أنت عارف يا باسم كم مرة دكتور نفسي أستضيفه يعني الحمد لله يمكن حلقات وحلقات ألاف من الحلقات آه شفت حاجات منها آه يعني كم واحد يقول لي إيمان هاتي ورقة وقلم ونصحي الناس كلها اللي بيسمعوكي ولي بيشوفوكي يعملوا كده أنا يا باسم بوعيدك دلوقتي عشان أنا لغاية دلوقتي على سنين فاتوا لمسكت ورقة ولا ألم ولا كتبت زي ما تكترك أنوا بيقولولي وناس حتى خبراء طاقة قالك اكتب الحاجات أنت بتجذبي الطاقة وبتجذبي الحاجات كلها اللي أنت بتبيعيزها معرفش ليه عقلي الباطن رفض يقول لي يعني هي الورقة والألم يعني هتعمل لي إيه يعني 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 إيه بص كبان ورقة والألم مش نوت آه يعني بخط الإيد آه بخط الإيد شوف النعكاشة بتاعت خط إيدك شوف حروفك آه اللي أنت بتكتبها وهتتعلق بيها وتبصي لها كل يوم دي حاجة نفسية حاجة نفسية أنا إلى الآن في حاجات ما بعرفش أكتبها على الكمبيوتر على طول آه يعني فيه مثلا مشاهد معينة مثلا أنا بعمل مسلسل فيه مشاهد معينة ما بعرفش أكتبها على الجهاز على طول لازم تكتبها لأول على طول لازم ورقة وقلم لازم أحس اللي أنا بكتبه وأشوفه بعنايك دوت لأن بشوفه وبيقول طيب يبقى نمسك وراء وقلم وكتبت كل الحاجات اللي أنت عايز تعملها آه بعد كده كل سنة بيبص فيها ولا كل شهر ولا كل يوم لأ دي بقى فضلت أنا غيرت منها حاجات جزرية آه زي بالزبط لو أنتك تنظيم الوقت آه عني عندي شغل لأن إحنا أخذ بالك طبيعة عملنا ككتاب أو فنانين أو مزعين أو كده إحنا أغلبنا أقرب للكسل من العمل بعكس الناس ليه لأن عندك مبررات كتيرة جدا نفسية تقدر تقولها لنفسك أن أنا مزاجي مش حلو مثلا دي بدون الحاجات آه فتلاقي نفسك ما اشتغلتش آه يعني أنت طول الوقت شجع نفسك على العمل لأنه إحنا زي بولتك أنا لو أنا استسلمت للحالة دي بالمزاجية بتاعتي دي مش أشتغل مش هنتك حاجة طيب هل أنا لما ببص على الورقة بقى اللي أنا كتبتها وكل أحلامي أو كل حاجات اللي أنا عايزة أعملها هل لما بشوف حاجة تحققت منها حاجة أو حاجتين دي بتديك طاقة بقى يعني أعتقد بتديك لو بصي حتة قد كده هتخليك تعملي حتة اللي قد كده فالحتة قد كده تعال تعال عملي تجربة كده عندك على حتة ابدأ اليوم أن أنا هرسم الحتة دي أو هنضف الحتة دي أو حط هنا بوينت حط هنا عملة أو حط حاجة وشوفي بعد آخر أسبوع هتلاقي فيه جزء بعد كده بعد أسبوع الثاني هتلاقي فيه جزء هتلاقي نفسك في آخر فترة قريبة جدا هتكون خلصت اللي أنت عايز تعمليه برضو إحنا نعمل ده ما تيجي نعمل كده ناخد قرار كده مع باسم من الأول سنة نعمل تجربة آه إحنا أول يوم يعني نجحة نجحة ما نجحةش قشطة آه يعني إيه لا يحصل يعني ما تيجي نجرب صحيح بعدين دايما الأفلام المؤثرة جدا يمكن متفرج عليها الأجنبية بتاعت زمان دايما تلاقيهم فعلا في الأفلام دي حاطين ورق كده على التلاجة لازقين كده ورق حاطين في الأولى كده ورق لازم طبعا يعني أتري موضوع الكتابة ده أكيد ليه سحر صراحة بعد التجربة أنا بقولك أنا استفدت جدا من التجربة دي أنا بقولها كحاجة أنا عشتها آه كبنيات ده معادي خالص آه من التحطر في المأذك من الحياة اللي إحنا بنقع فيها دي وبحاول إن أنا صلحها طول الوقت شكرا